بالتزامن تواصل وزارة داخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وخلال 24 ساعة تمكنت وزارة داخلية من ضبط 154 قضية تموينية بمضبطات قرابة 250 طن مواد غدائية وغير غدائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 85 طن سلع غدائية وغير غدائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 11 طن دقيق مدعم وسكر وأرز وأسمدة وفي مجال البيع بأسزيد من السعر الرسمي تم ضبط ما يقرب من 157 طن سلع غدائية و30 ألف و257 لتر مواد بترولية